اشتركوا في القناة سنبدأ بفقرة الإنجيل المقدس مع الراهب الماروني المريمي الأب جزاف سعد المجدلة أقرأ من إنجيلي ربنا يسوع المسيح للقديسة لوكا وَأَيَّا مَدِينَةٍ دَخَلْتُمْ وَقَبِلُوكُمْ فَكُلُوا مِمَّا يُقَضَّمُ لَكُمْ وَاشْفُوا الْمَرْضَى الَّذِينَ فِيهَا وأقول لهم قد اكترب منكم ملكوت الله وأي مدينة دخلتم ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى السحات وقولوا إننا ننفذ لكم حتى الغبار العالق بأرجلنا من مدينتكم ولكن اعلموا أن ملكوت الله قد أتى وإني أقول لكم إن صدومة في ذلك اليوم تكون أهوان مصيراً من تلك المدينة حقاً والأمان لجميعكم قد اكترب منكم ملكوت الله قداش حلو هالآية قد بزيت الوقت تحمل بطيطة دينونة ومأساة ما في أجمل مننا يقترب الموعد يلي كل شخص ناطره يلي ربنا وعدنا فيه كلنا سوا قد اكترب ملكوت الله أو قد حل ملكوت الله بما معناه الله حضر بما معناه حل السلام وبما معناه انتهت الأزمات وانتهى اليأس وانتهى العذاب إنما بزيت الوقت في مصيبة وفي ويلة لأنه بقلنا كمانا يسوع المدينة يلي ما بتقبلكن والمحل يلي ما بحل فيه سلامكن نفضوا منه أو نفضوا عنكن أهوباره وشوفوا طريقكن لغير محل حيكون هالمدينة مصيرة أصعب بعد من صدوم يلي احترقت قدام هيدا الواقع هون بفهم رسالة ربنا وبفهم هون عدالة ربنا ربنا يلي دايما منحكي عن عدالته منحكي عن محبته منحكي عن الله يلي حاضر بكل حدث بحياتنا ومنفتش عن هيدا العدالة يلي مرات كتير منقوله يا رب وين عدالتك مرات كتير منقوله يا رب ليش ما عم توقف مع الأشخاص يلي عم بتصليلك وتحل عدلك منشوف هيدا الإنجيل قداش قال عدالة بتكون قاسية وقداش عدالة ربنا ما فيها رجوع بقلنا يا هون بيقولها للتلميذ قولوا للعالم انه اجا ملكوت الله قولوا للعالم انه خسروا الحياة الأبدية لأنه صدوم انتهت وسفرت قدام هيدا الواقع هون أنا اليوم كإنسان مطلوب مني مش بس بشر بإتراب الملوية مش مطلوب مني بس قولوا للعالم انه اقترب هالملكوت مطلوب مني أول شهر ليعيشوا والعيش بيبتدي من هون من أول لحظة أنا بقول أبانا الذي في السماوات من كل لحظة أنا بوعى فيها على الدنيا لازم أعرف انه الملكوت بيناتنا ما انه محال بدي أصله ما انه حالي بدي عيشه هو واقع أنا عم بيمرق فيه والملكوت ما انه براتي ولا لحظة ولا سينية فقدم هيدا الحقيقة هون علي أعرف أنا أنطلق نحو ربنا علي أعرف عيش هيدا الحقيقة اللي هي الملكوت ويسوع بالإنجيل اليوم تقطع مرتين قد اقترب منكم ملكوت الله وقد حل ملكوت الله قديش مصر على هيدا الملكوت قدي مصر على هيدا الحالة وليه لأنه أنا كل مرة باقترب من الملكوت أنا كل مرة أبعيش حالة الملكوت أنا بنتقل من هيدا العالم الفيني بيصير في معنى لكل ألم أنا عم بيشه لكل تطحية أنا عم بيشه ولكل عمل أنا عم بقوم فيه إنما لحظت اللي بكون بعيد عن هالملكوت وحظت لحظة لهيدا الملكوت ومنه بالأفق طبعي أنا بكون عم بيش مجد الباطل أنا بكون عم بيش الأننية أنا بكون عم بيش أضواء الشهرة وعظمة السلطة وكل اللي عم فتش عليه هو زهوري أنا ومجد أنا وحركاتي أنا لما يسوع عم بيقلنا خليكم من تبهين أن الله حضر والملكوت صار بيناتكن ما تتطلعوا اللي بعيد ما تضيعوا طريقكن واضحة طريق الرب واضحة المسيرة يلي لازم نمشي فيها ويلي هي دايما البشرة الصارة يلي يسوع تمنى عليها شنك قدام هيدا الواقع هون ما في يقول طريق السماء صعب ما في يقول طريق الأديسة صعبة يسوع عيش قدامنا والإديسين قطعوا فيها ما في يقول اليوم هوا أشخاص اختاروا الله ما في يقول هيدا بس الله يلي يتجسدوا يدر يعيش يلي عيشوا اليوم الإديسين هن يختاروا الأديسة في أيدهم هن يختاروا يعيشوا الملكوت ويستبقوا حالة الملكوت ويشوها على الأرض وهيدا الدعوة اللي قلنا نحن اليوم أنه نستبق عند الملكوت نعيش هيد النعمة نعمة حضور الله بيناتنا ونفهم أنه كل شаг اللي بنعمله إذا بنذكر اسم الله بيحضر فيها وبتغير قيمتها وبتغير نظرتنا لالا وبتغير هدفها كليا بس وقت اللي أنا بعدني عم بتطلع على حالي على غيتي على أهدافي على مجدي على صورتي تحضلني بعدني ضايع ويمكن يسبقني نهار ويكون مصيري مثل صدوم خلونا نحن اليوم نعرف نجمع أفكارنا نعرف نوحد أراءنا وتأملاتنا نحو ربنا نميز حضوره بحياتنا ونفهم أنه الملكوت حاضر بيناتنا الملكوت بكل شخص فينا ونحن اللي مطلوب منا بكل بساطة نكون عم نعيش مجد ربنا يلي عطانا إياه نعطي إيمي لكل وزنة عطينا إياها وبذات الوقت نكون التميز إله أمين رح نتوقف مع فاصل صغير ونرجع من تابع شميلة أنت يا مريم العذرى بهية كنت مثكان البهان في كل زهان وكل مكان يا أرزة لبنان تضرعي لأجلنا يا ملتحي فاتن بالشمس والقبر وحولك الكواكب تدور اثناشر يا ملتحي فاتن بالشمس والقبر وحولك الكواكب تدور اثناشر مليكة العروش مليكتنا تضرعي لأجلنا شميلة أنت يا مريم العذرى بهية كنت مثكان البهان شميلة أنت يا مريم العذرى بهية كنت مثكان البهان في كل زهان وكل مكان يا أرزة لبنان تضرعي لأجلنا يا منطقلة بموكب الحنان يا معطرة بالمر واللبان يا منطقلة بموكب الحنان يا معطرة بالمر واللبان عروسة الزمان جميلتنا تضرعي لأجلنا شميلة أنت يا مريم العذرى بهية كنت مثكان البهان شميلة أنت يا مريم العذرى بهية كنت مثكان البهان في كل زهان وكل مكان يا أرزة لبنان تضرعي لأجلنا تضرعي لأجلنا عودة لكم المشاهدين تنغوص أكتر بإنجيلنا على اليوم أبونا أهلا وسهلا فيك مرسي يريس أبونا قبل ما نغوص بالإنجيل منلاحظ أنه هيدا الإنجيل تقريبا مكرر بأغلبية الآيات يلي فيه والأفكار يلي فيه برأيك شو السبب وشو الهدف من هيدا التكرار كنسيا وقت اللي منحكي عن 365 يوم كتير من المرات الأنجيل بترجع بتتكرر إنما قليل كتير أو ما منلاقي الإنجيل هو زيته بالمرجع زيته وعم يرجعين عاد يومنا الإنجيلين الأربعة بكتير من المطارح وهيدي الشغلة يلي خلت أنه الكتاب المقدس يوصل لعنا بهيدي الطريقة الكنيسة وقت اللي جمعت الكتاب المقدس جمعت ببعض المطارح بهول إنجيلين الأربعة الأحداث يلي تشابهت ويلي انكتبت فيها نوع من تشابه كتير كبير إنما كلي راوي كتبها بطريقته حسب لمن منطلق حسب الجماعة يلي عم ببشرة أو من مين أخذ الحدث يلي مكتوب إنما نحن اليوم الكنيسة بعض المطارح بترجع بتعيد مقاطع لبعض المطارح تكون نوع من توعية لقلنا نحن على آيات أو على أفكار أو حتى على جمل كون نحن منتبهين شو الغاية منا أو شو المقصود منا مثل إنجيل اليوم مثل ديقنا جمعة الماضي كنا قطعنا على ذات الإنجيل إنما هيدر مرة اليوم بفكرة بعض أدياء بفكرة بعض أوضح عن المجيء يلي هو أتا عم بيقول لهم عم بيقول لهم يسوع وصل الملكوت حل الملكوت والله يعينه اللي ما بيصدق وما بيأمن بالشي اللي أنتو وصلينه وعن بتخبروه يلي الشي كم أنا قطعنا على جمعة الماضي إنما كانت فكرة أوسع واحد بقدر يمكن بيتأمل بغير أيات كمان إنما اليوم التركيز كان هيدا الآية يلي هي إنه قطح الملكوت الله يلي هون منطلق من لوقة يلي أخد أنجيله من مريم العذرة يعني متكل على مريم حتى يسرد الأحداث يلي عيشها يسوع فمن هوني منشوف قويت بعض المطار قد فيه اختصار أو قد فيه تركيز أكتر على إنه يكونوا أحداث كثير عنده إنما الخبرية طبعهم دايما قصيرة لأنه عم بيقول من مريم نعم انتراقا من الآية الأولى بالإنجيل بيقول يسوع كله مما يقدم لكم واضح إنه المقصود هو إنه نرضى بالموجود للأسف نحن بحياتنا اليومية عطول من نتزمر من كتير أمور مش بس للأكل وما منكون عارفين إنه هيدا شي يلي نحن عم نحصل عليه قيمة كتير كبيرة بحياتنا شو بتقول للناس يلي عندها صحة منيحة وعايشة باكتفاء ورغم هالشي عم تتزمر اللي مفروض ننطلق منه دايما نحن منقول إنه قبل ما تعدشو ناقصك عد النعم يلي موجود بحياتك وعد الفائد يلي موجود إذا ما نجل نطلع كإنسان أنا وككائن بشري دايما نقصني شي ونحن بطبيعتنا الإنسان لا يكتف لأنا دايما عنده هيدا نقص فاليوم شو ما كان عنا رح نضال نطلع ونقول بعض نقصني هي عدد أناعة يعني هي مننا أناعة أكتر ما هي نوع بطبيعنا البشري يلي ما بيخلينا ما بيخلينا نكتفي شغلة قوية إيجابية أنا اليوم بس أشتغل وإنجح ما بيكتفي بدي نجاح بعد أكبر يعني هيدا دايما السعي للنمو للتطور بشي إيجابي بس بزيت الوقت كمان أنا بيضل بدي 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 رغض المطارح أنا عم بلغي الأناعة الأناعة حلوة بس ما فيه ضال وقف أنا أنا مقتنع باللي عندي وما عم بشتغل لزيادة خلاص ربنا على الأد عطيني وبزيادة صرت مثل مثل العبد يلي ربنا عطيه وزني وراح دفنا أو مدفنا أنا معي وزني ولقت الوزني بأيدي أو يمكن على الأد حضع طاولة سيارفة كل مدر قد تتنتج أوكي عم ناخد وزني تاني مقبيلة إنما بيزمن كتير طويل لمطلوب أو لمفروض نكون عمري وش أول شغلة هي هي شكر ربنا على نعم ويلي عطينا إيها وبزيادة نطلع ونسأل حالنا هيدا السؤال يلي هو أساسي هالشغلة هي اللي نقصتني هي فعلا نقصتني وأنا اليوم عم بتطلع يمكن لأنه فلان عنده إيها أو لأنه غيري عنده إيها أنا كمان يمكن أنا مش بحاجة لأنا أنا مني بحاجة إيها جنب إحنا أكتريت لو أكتريت منقول منصلي منصلي وربنا ما بيستجيب أو ربنا مش عم بيرد نفهم كمان أنه ربنا بيعرف شو حاجتنا ورغم أنه بقلنا أطلبه بصوه بيعرف نحنا شو بدنا مثل الولد اليوم بقى الأم تعرف أنه الساعة التسعة لازم يكل ببرونتو بص تنطره على القليلة تينقنق نققى واحدة تتخليه هو يطلب طيه هو يتعود على فكرة أنه أنا جعت تحتى تحتى الطعم إنما هي بتكون حاضرة ونطرته وهذه الشي ربنا ربنا بيبقى حاضر ونطرنا بنعمه بفايد النعم والبركة اللي هو عنده بس ببعض المطارح بترك مجال للعلاقة بينه وبينه وقال له أنا اليوم كيف بدأ يعيش الله طيح كيف بدأ يختبر الله من الممكن بتخلع فمن هوني لأنه أنا إنسان ما بيحكي مع الله لأنه أنا إنسان ما بيسير الله لأنه يمكن إنسان ما بيصلي ربنا بينطر أنه أنا أمره بمحال بحاجة تدق بابه وقال له يا رب أنا بحاجة لك بتقه وضغري عم بياتي وضغري عم بيشارك وضغري عم بيفيد من نعمه إنه ما قوي كتير بينطر هيدا العلاقة حتى يكون في هيدا الحوار بينه وبين ربنا ونحن إذا ما بنا شي بمنقصد ربنا نحن إذا كنا مرتحين ربنا سنوية بيصير بحياتنا فقدم هيدا الواقع للأسف حياتي البشرية وعلاقتي وحياتي الروحية صارت مبنية على بحاجة لربنا ولا لا سير ربنا ولا لا وبقى ما تبقى نهار لي بين الشي بيبقى بشوف الحكيم طيب أبونا مع لي سؤال قلت إنه قيام كتير منطلب إشي من ربنا ولكن ما منحصل عليها طب اليوم يلي بيكون عنده يمكن عملية وبيطلب من العذرة أو يسوع إنه ما يتعذب بهيدا العملية أو ما يحس بواجع يمكن من بعدها بيجي بقى العملية وما بيصير هالشي يعني هون ما فينا نقول إنه اتأجل طلبنا لأنه لخيرنا هيدا الشغلة هون كيف بتفسره بدي ميز بيطالبي أنا شو عم بطلب اليوم عم بطلب ما أتوجع بس ما بيزيد لوقت هيدا جسد والجسد تنطبق عليه كل عوامل الطبيعة بدل ما أطلب إنه ما أتوجع خليني أبرم ويمشي متل ما مشوا الإدسين متل ما قيلت روح مع علامك يا سوح ما في مهرب من الوجع يعني اليوم يلي فيد عم بيعمل عملية أو يلي يلي إله شهر نايم نهار اللي بيوع ما فيه وقف على إجراء صحيح ما فيه يقول ربنا كارسحنة لا بعدك إنسان كامل مكتمل بدك نوع من علاج وفيزيوترافية وتمارين حتى ترجع تقاف وبترجع بتمشي وكل شي طبيعي متل الولد الولد بس يخلق المبين ما بيمشي أكيد بصمع الوقت بيمشي ويكتسب هالشي ما خلق معه وما خلق ما فيه يمشي فجأة صار فيه يمشي لا فيه نمو عم يمشي وذات الشي مع ربنا في مطارح من الما بدل ما نبرم ونفتش على الإشياء الدنيوية ونفتش على راحتنا لا خلي الإشياء الدنيوية يكون بخدمتنا يعني اليوم فيتعام على العملية مع ألامك يا سوي رب هالألام اللي عم بتعذبها ما بدي جييرها لقلي رح جييرها للأنفس المطارية رح جييرها لفنان حتى يمكن يرتد عمصلي على نية شخص يا رب هالألام اللي عم بتقلمه ما رحن وما رح قل لك شيله مني رحلك بالعertas خد هالألام اللي أنا عم بمرق فيه وشوف مين ما قول يستفيد منه مين ما قول يستفيد منه هالألام اللي أنا عم بتحمله كرملة انت هون صار فيهvä إيمي هون صار فيه غير صورة صار فيه غير مبدأ أنا عم neighborhoods تتغير هيدى الفكرة لو تجي لهله لا ربنا خليني ما أتقلم إنه ربنا ربنا وتألم يعني اليوم شفنا يسوع ببستان الزيتون بالهيكل مع اليهود بطريق الجلجلة بالجلد بكليل الشوك ألم وهذا كله ما شفتني ولا مرة عم بيقول لرب أبعد عني هذا الألم بالعكس أبعد عني هذا الكأس أبعد عني هذا المشروع هذا اللي كان عم بيقوله يا يسوع إنما بالواقع هلو اللي تكون مشيئتك فإذن هالألم يلي عيشه يسوع كان ضروري وأساسي تخيل اليوم لو ربنا لغة لو ما تقلم لو ما تقلم وما عدا منا فيه يكون فإذن الغينة الإنسانية وبذات الوقت هالألم والعذاب يلي تعذب هو اللي سمح أنه يسوع يموت بهوث ثلاث ساعات لأنه لو ما ميت بهوث ثلاث ساعات كانوا كسروا إجراء وكنا نقضنا الكتاب المقدس لأنه بيقول النبي ولا يكتر له عظم فإذن الواقع يلي منعيشه والإشي اللي منمرق فيه غربنا شايفة كتير واضحة وبيعرف حاجتنا ومين وإحنا لشو بحاجة شطرتنا نحن نعرف نرجع نكتب هالشي اللي نحن عم نمرق فيه على خط يسوع لأن ديما ربنا بيمشي جالس على خطوتنا المعوجة أنا علي أعرف كل مرة بمرق على خط ربنا أعرف حط الكلمة المناسبة العمل المناسب بوقتها حتى تكون عم بنا تأكتشف ربنا أكتر تأفهم أكتر ربنا بدل ما يكون هالإعوجاج هالقد كبير يضل الإعوجاج لأنه رح ضل إنسان إنما رح يصير إعوجاج أقلب كتير ورح يصير في عندي تلاقي أكتر مع الله ورح يصير إلى معنى أكتر حياتي لألم رح يصير غاية رح يبط الهروب رح يصفي أنا عم فتش على الألم لأنه هو نمو بنوم بنمو يعني اليوم شخص يلي عم مينما في ألم في تعب اليوم يلي عم بعمر شي بده يتعب فيه إذا ما تعب ما اسمع عم بعمر فشيك نحن بنقول لهم نحن دايما بناخد هيد الفكرة فتش على الشغل الصعب فتش على الشغل الصعب مش على الشغل الهيني لأنه الهين متل ما بيجي بيروح والهين إذا ما بتتعب فيه الشغل اللي ما بتتعب فيه ما رح تعرف إيمتها اليوم يجيني مصاري كدوشي ومصاري أنا تعبين فيه وشقيين كل الشهر إلى قيمة أكتر بكتير فمن هيدا الممطلق هون بميز علاقتي مع ربنا وبفهم أكتر هالقلم اللي عم بمرق فيه شو وبصير أعرف فهو اللي قادر أطلبه أو شو هو يقلو معنى أطلبه وبعرف حالي ساعة إذا طلبت هيدا الطلب ربنا رح يستجيب مثل أمتي عم بتحكي اليوم أنا قاعد كثير بنطلب من ربنا وما بيستجيب مثل ياللي فيت على عملية فيت يسرق بانك بقولوا يا رب وفقنا 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 بشغلي هو حرامي تمام بمطارح بدنا ننتبه لشغلي إنه شو مليئي لك هالحرامي شو موفق هي ربنا معه بدي أعرف هوني اختار كلماتي وأعرف شو هني طلباتي نعرف شو الهدف يلي عم يطلب كرماله نعم قالنا كمان يسوع اشفو المرضى كيف فينا نشفي شخص من الناحية الروحية ونكون حده الداعم والرفيء اليوم الشخص المريض لشو بحاجة بغض النظر عن الحكيم اجعل الحكيم وزاره وعطي الوصفة والعلاج لشو بغضه بحاجة اليوم المريض بيبقى قاعد انطرب قدني بوجه بيبقى قاعد تعبان مهموم ما في قوة كلا اللي طالبه حدا يقعد معه كلا اللي طالبه حدا يشاركه المرحلة اللي عم بيمرق فيها وهون بيصير دور كل واحد مننا بقالنا يا يسوع كنتوا مريضا فزورتموني ما قالنا كنتوا مريضا فشفيتموني كنتوا مريضا فزورتموني قد مهمة هيدا اليوم نحنا نكون عنا هيدا زيارات بحياة بعضنا لانه بغض النظر تبهي اليوم على فكرة زاروا الابونا زاروا الحكيم اعطي العلاج يمكن زاروا الابونا وعطاء الاربان فازنصار الانسان حدا تطمن عليه صحيا حدا تطمن عليه روحيا باقي يمكن هذا شيء يكفيه باقي الشق الانساني انه أنا اليوم قاعد بتاخد اوكي صار في التفي صار في التليفون بس انه تفرق بما انه يكون في حدا قاعد معي لما سألين هرلي حدا قاعد معك وانتي موجوع ابقى اتطلع على التليفون صح ابقى اهمني وشو عم يمروا على التفي باقي اهمني انه في شخص قاعد معي عم بيشاركني اخباري عم بيشاركني اخباره في هيدا الحديث الواقع الاساسي هي الحضور بحقيقة بعضنا انه نكون موجودين لقد صرنا بعلمنا بعلمنا الحال اليوم بقى قاعدين كلنا سوا ومبسوطين ومجتمعين كلنا سوا بس كل حدا مننا بعالم والخاص كل حدا مننا بتحديثه الخاص اللي مفتوح معه على التليفون مع شخص تاني وبنتصى اليوم انه الشخص التاني انا اليوم كنت عم بتمنى انه كان اللي ماي يكون على التليفون صار الراحزة اللي صار قاعد قدامي صار مخي مع حدا التاني طب سعيدا لا خلينا قاعدين كل واحد مننا بغرفته ونحكي مع بي ما بدنا برجح حتى مش قلوه ايه اي ما انت بدنا نلتقش ولاحظة اللي منلتقنا ملتقم مع حدا تاني مش فاضي التقم مع هيدا الشخص فمن هيدا هون الشغل الضرورية والاساسية نلتقى ببعضنا نكون حاضرين بحيات بعضنا لان قلت كتير هالشخص ياللي معي منه بحاجة يمكن حتى لكلمة بحاجة لنظرة بحاجة حدا يتطلع فيه وهيد الشغل اليوم يلي هي اساسية بحياتنا كتير عم نحصر فيه انه نتطلع ببعضنا بلا ما نكون عم نعطيش بس مجرد انه نتطلع ببعضنا نكون حاضرين نعطي من وقتنا حتى نكون عم نجمع بعضنا وعيشين هيدا البساطة يلي حاضرين بس نكون حاضرين تاني التاريخ نعم ابونا ليه الله كان بده يكشف عن اقتراب الملكوت هل هي بمثابة فرصة بلك للرجوع عن الخطيقة قبل ساعد الدينوني وبالتالي نحن اليوم برأيه كيف عم ننطر ملكوت الله يسو بس كنا عم بيحكي مع تلميزو وكنا عم بيرسلهم عم بيقلهم كنو قولوا للعالم اقترب الملكوت يحنى المعمدين كنا عم بقول للعالم طوبوا اقترب الملكوت الانبياء كلك كانت دايما رسالة طوبوا اقترب الملكوت يعني هي فرصة هي فرصة ليش لانه لحظة اللي بحل الملكوت لحظة اللي بتحل الساعة وبقى في رجوع من هيدا النقطة وهيدا كانت النداء الانبياء يلي اجوا قبل يسوع انا مع مع تلميز اتغيرت المعادلة وصارت طوبوا حل الملكوت وصل الملكوت بطلنا نطرينه لا لانه بحضور ربنا بحياتنا بتجسد ربنا على الارض فتح رجع الطريق بين الانسان والملكوت فتح الطريق بين الانسان ورد العلاقة من اول وجديد اللي كانت شرخت من خلال الخطيئة الاصلية اليوم الانسان رجع الى حضن القاب رجع الى الكنف فصرنا حاضرين بالملكوت فمش ناكي الانجيل بالتاني مرة بيقول بس يقولون فضوا الغبرة من اجريكن قد حل الملكوت فازن صار الملكوت حاضر بينيطنا صار مطلوب مننا نعيش وبيقول يسوع من زمان وجاء الملكوت يخصب اختصاب يعني اليوم ما في يقول ايه انا بقعد وبمد اجريه ونلت الملكوت لا بدي بمحل بدي جاهده بدي قاتل بقلنا يسوع اشتهده تفوته من الباب الدي لانه الباب الكبير بيودل الهلاك الباب الكبير بيضيع تنبهر بيقديه بعظمة الباب بيكبره ما بتعرف حالك بوينك فيت عم نفوت اصلا على الهي انا ما نكون مية بالمية فازن عم بقلنا يا ربنا تهدو تفوته من الباب الدي اشتهدو تروحه وين ربنا موجود وين هالحياة موجودة ما تفتشوا على الاشياء الهينة ما تفتشوا على بساطة اهيد الحياة لانه اذا بدي الحياة بضيع وما فيه ما فيه الحق الحياة اذا بتجيو طلعي جمعة الماضي كنا على الهواء لكوين نرجعنا انه من جمعة الماضي اليوم قطع سبعة ايام كأنه نمبارح يعني ربنا على الهواء مبارح كنا هون وفي الوقت احنا صار لنا الجمعة والوقت صار عم بقطع كتير بسرعة وموت طالباتنا كتير صارت عم بتزيد حياتنا صارت ما كتير سريع درجة اف ما انا قدر بقى اتنفس قد ما صار عندي اشي اعمالة باحد وزا بيجي وبتطلع كل اللي عم بعمله وما قلو ايمي مانوشي مانوشي مهم قادر انا اتخلى عنه بابطط امور واهتم باشي اهم بكتير وهيضا الوقع يلي بيفرض حاله وبيترحاله هون اليوم بشو عم باهتم وهون كان السؤال الشهير يلي سؤاله مرتا مرتا تهتمينا بامور كثيرة والمطلوب واحد مطلوب مش اني يقعدوا اسمها مطلوب يخدم تربنا انو احنا من قول كمانا مرتا كانت عم تخدم مرتا بتحب بس بزيت وقت بدي افهم هيدا شو هي المحبة شو هي هيدا الخدمة يلي عم بنطلق فيها وهيدا الوقع يلي عم بيحكي فيه كان يسوع انو الملكوت صار بيناتنا والملكوت طرنا من عيشه مانا حالة عم نصلى مانو واقع رايحين صوبوا انا اليوم بدي عيش انا اليوم بدي عيش دائما مبسوط لانو هاي اللحظة جلي عم بعيشها راحت ما بقى ترجع بس قول الكلمة انا مبسوط وقطعت اللحظة ما بقى فيه كافة وقول ايه انا بكرة بدي اعمل قبل ما تقول بكرة شو بدك تعمل عمول اليوم وخلي بكرة لبكرة واهتم بنهارك كون عم بتعيش اللحظة متما بتقول علي عيش اللحظة علي حبك اللحظة قدام بس عيش هيدا الحالة بتلاقي انسان ما بقى يتعب بتلاقي انسان ما بقى يزعل ما بقى ينهم بباطل مهموم صحي لأنه بهيدا الوقت هون ما بقى عندي شي ضيع وقصاره تضيع وقت أنا بهتم باللي قادر حلو اليوم في كتير اشياء ما أنا بيدي عم بتشتي ما في حل شي رحت الانترنت ما في حل شي رحت الكهرباء ما في حل شي أنا علي دايما كيف انتبه أنه اليوم حديثة يكون بني اليوم حديثة يوصلني لمحل مش أنه اليوم ايه معك حق ما قطوع الكهرباء ايه راح الكهرباء شو منعمك بقى دايما يكون عندي أنا هالإيجابية صحي بالشي اللي أنا بعيشه وبدل من قول بدل ما تطلع عن العتمة صوش عمعه حلو لما يقول يسوع اننا ننفض لكم حتى الغبار العالق بأرجولنا من مدينتكم أول شي شو رمزية الغبار وشو رمزية المدينة اللي نحنا مرفوضين منا يعني شو أبعاد هالحكي وكيف نقدر نحنا نطبقه رح نزغر المدينة لشخص اليوم كل شخص بيرفض البشارة كل شخص بيرفض الله عم بقلنا يسوع حتى ما بقى تواجعه بمعنى ما بقى تواجع قلبك كتير هيدا الإنسان وهيدا إنسان رافض الله بس اليوم بدي يكون واضح بفكرة إنه الإنسان رافض الله وهيدي الفكرة هون أنا بفيه أعرف قيمته فاللي مطلوب مني دايما هو الجهاد للاحظة اللي بيوصل على شخص بيقول لي مرسي خليك برد حياتي أنا اللي مطلوب مني دايما نكون عم كافح باسم الله عم جاهد باسم الله وكون عم بنقول هيدا البشارة والكلمة الحلوية اللي موجودة الاختبار اللي أنا اختبرته بأله للعالم كله من حوله وهون بترجع بيرجع العمل للروح الأدس كل شخص بيقبلنا بيقبل يلي اليوم من أولى نحن كل شخص بيقبلنا بيكون قبل يلي أرسلني مثل ما بيقول يسوع كل مين قبلني قبلني فقط قبل من أرسلني وأنا اليوم إذا جاي يحامل يسوع فإذا كل شخص بيقبلني هم بيقبل يسوع وهيدي هون صرت المعادلة مين اللي جاي عم بقدم أنا ومين جاي عم بعرض هل عم بعرض ذاتي ولا عم بعرض الله وهون بتصير المعادة إذا أنا عم بعرض ذاتي فإذا خليني يغيب بتغيب معي كل شيء عملته فإذا أنا اليوم أفتشلت بمشروعي وإذا أنا اليوم عم بعرض الله هل اللي بغير رح تبقى هالكلمات رح تبقى الأفكار رح تلاقي العالم عم تداول هيدا الأفكار منقول الأبونا قال بس عارفين نحن أنه هيدا الكلمة مربوطة بربنا لأنه الأبونا بطل حاضر بيناتنا إنما هيدا الكلمة بعدها عم بترن بقى الله صدق عم بيرن هيدا صدق ربنا يلي حاضر بيناتنا فقدم هيدا الوقت هنا عميلنا ربنا وقت اللي ما بيمشي الحال وقت اللي شخص رافض الله ما يتوجه خلص أنت عمول اللي هلك مثلا بنقول نحن ببعض المطارع كمينا علينا بالزرع أنا علي إزرع معي هيدا الكلمة وعلي وزع تنما كتير منيح بتحصد كتير منيح بس ما فيه أنا لوم العالم أنا زرعت وما حصدت أنا زرعت لك بشو بيدلوني علينا بالزرع البيئة صار على ربنا هو ينمي وهو يحص يمكن أنا قضيك كل حياتي عم بزرع ويكون الحصاد بالسماء لك هالمفرقة شو صارت حسنا وقفين ونطرين إيه اتغلنا كلا الشغل ما حدا يقل مرسي حدا يتطلق اتغلنا ولكلنا عم بيجقر فينا بس انت اليوم اذا بنجي متطلق على الوقع انت كنت عم تشتغل شغلك غيري عم بيجقر فيه في شي زعجه بس أنا اليوم ما فيه أولى العالم مشتغلنا وما حدا يقل مرسي نحنا علينا نعمل اللي علينا إذا بتجيوا بتطلها قدام الشهر اللي عم بيشتغل آخر شهر عم بقبض قدامت اللي عم بقبضه برجع هون لخبرية ياسوع وقت اللي استقدم عمال اللي يشتغله بالأرض عنده اللي يجا ساعة 8 الصبح اتفقه إياه على دينار واللي يجا ساعة 5 بعد دور اتفقه إياه على دينار فإذا اليوم باللي عم بحاسب واللي عم بيعطي أنا اليوم ما إلي أنا اليوم اتفقه معي على هالأد خليني قوم بواجبي خليني قوم بيشتغلي خليني يكون شفاف بعملي وأمين بعمري لحتى أقول أنا اليوم تممت وجباتي تممت شي اللي منتفق عليه غيري كل مين يطلع بحاله ونتق الآخر هو بحالته لأنه ما حدا مننا بيعرف تاني شو عنده كيف عم بيعيش وشو هو المبدأ اللي متفق عليه أبونا يمكن بهيدا العبارة اللي كنا عم نحكي عنا أنه ننفض الغبار عن أرجلنا منلاحظ مثل كأنه يسوع عاطينا الضوء الأخضر بردة فعلنا لما ننرفض من قبل شخص آخر شو هو التصرف السليم لما نكون بهيك موقف يعني هل علينا الاستمرار بالمحاولة أو خلاص من أول مرة ننرفض فيها منقرر أنه ننفل في هون بتدخل عمل للروح الأدوس وعلي أفهم هيدا الرفض شو هو هل عم بنرفض أنا هل عم ينرفض ربنا هل عم ينرفض المشروع في عدة طرحات بتنترح تأفهم أنا في أي حال يترفض ماري أول شي وطبيعي أكتري تلوقيت وشفناها قدات تليميز رفضوا من المجتمع اللي كانوا هن فيه قدات تهيدوا بالمجتمع اللي هن فيه إنما بقى بعض المطارح مصرين أنا علي اليوم بالأسرار أني وصل العالم تفهم مين ربنا مش أنه أعمل العالم مسيحي وهي دي هون المفارقة اليوم أني أجعل العالم مسيحي بكلمة معنى الكلمة المسيحينية إيه باش أنه أنا اليوم بدي زيد عدد المسيحية تقول نحنا صرنا ثلاث مليار ونحنا صرنا أربعة مليار أنا هون رجعت عم بقع باليهودية وبذات فكرة اليهودية اللي كان همون أنه العالم لازم يكون كله يهودية ونجمع عالم تحت تكون يهودية وبذات وقت مظبوط عم ندل العالم على الخلاص إنما ودلما يوصلوا على الخلاص عم يوصلوا على الهلاك عم يبقى في فشخة صغيرة فهذا الوقت اللي نحنا هون منمرق فيه أنه أنا اليوم هالرسالة اللي عم بقوم فيها إذا فيه ثمر من خلالها علي يضل عم بواجه علي يضل عم كافي علي يضل حامل الراية وماشي وهنا إذا بدك إذا بدنا عم نحكي أنا رفعنا نطلق للإديسة جندار اللي هي ساهمت بعودة البابوات لإيطاليا اللي هي حررت نوعا ما فرنسا من المشاكل اللي كانت مرأة فيها وهي كانت معروفة المؤاتلة إنما بذات وقت هي كل اللي كانت تحمل الراية وتمشي قدام الجيش يكون دايما عنده هالمعنويات أنا اللي علي أعمله اليوم أني ظل حامل هذه الرأية رأية ربنا يسوع المسيح ومنطلق بالمواجهة هيدا اللي علي أعمله اليوم أدي أعرف أنه اليوم مسؤوليتي كتير كبيرة أنه في عالم لحق الراية يعني وين موجود الراية يعني صار الاتال هناك دايما الراية بتوصل لنقطة الاتال فإذن أنا اليوم علي حافظ على هذه الرأية على هذه الرأية وقتلي أنا بوصل حامل هذه الرأية يعني العالم وراية حتطلع تقول لك وين صار الاتال لك وين صار ربنا أنا منطلق فيها يا ساعتها بتغير الطريقة وبتروح وهون بتصير أنا وواضحة قدام الشغلة كمل ولا بوقف ولا بغير ومن هون بلش قيم أكثر الواقع اللي أنا فيها نعم أبونا في سؤال يمكن أرجع فيه شوية للبداية ولكن بطريقة مختلفة لما يقلنا يسوع كله من اللي يقدم لألنا ما بدي أحصر الأمر بس بالأكل بحد زيته فينا نعطي الأكل صورة أعمى يمكن تدل عن مشاعر بتصلنا من الشخص أو قرارات صارمة بحقنا نحنا أو كلمات بنتلقيها قدي لازم يكون عنا قوة هون على التحمل يعني يام نتحمل ومنضل ومنقبل بشي اللي عمين عطانا أو ننصرف بهدوء بهيك حالي إنه ننفل ونترك هالمدينة أو الشخص ونستوعب إنه بلحظتها إذا الشي كله فاني وإنه نحنا نظرتنا لازم تكون أعمق من هيك بكتير وليزم نطلع دايما لقدام وبذات الوقت بشيء تاني من السؤال كيف منقدر نشيل من جويتنا الشي اللي بيخلينا دايما نضعف نحنا بطبيعتنا البشرية عنا حنين بيرجعنا لورا هيدا الحنين اللي عطول نحنا بدنا نحاربه بدنا نقول ما بدنا نستسلم لقاله كيف فينا نكسره هل لازم يكون موجود ونحنا نقدر نسيطر عليه أو نقدر نلغيه كليا تميض ضعفنا بوقت من الأوقات رح نطلق من آية أنا قوي باللازم يقويني فالقوة اللي عم نفتش عليها موجودة بربنا قد ما فتش أنا على قوة أو على قوة العالم من حول بعض المطارح نمرق بنوع من فشل لذارية بدنا نقدر نسيطر هيدا قصدي بالقوة نسيطر أول شي أنا مش مطلوب مني سيطر قد ما مطلوب مني سلم فهيدا فكري أنا قوي باللازم يقويني بأي معنى أنا اليوم وقت اللي بتتكل على ربنا وقت اللي بسلم لربنا بطلت بحاجة للأول لأنه شفنا يسوع هالإله الله ما في شي بحده سلم على الصليب قال له يا أبتي بين يديك أستود سلم حياته سيرى يربحها بعد ثلاثة أيام أنه من هيدا الوقع يلي أنا بمرق فيه كل شي بتلاقيه الحلو فيه هون أنه نحنا كل شي منتلاقيه في منه شغلتان لأنه اليوم وقت اللي بتلاقيه كلمة أنا عندي دينتان مطلوب مني أعرف فلتر فيش اللي لازم تبقى هون الشطارة كيف بدنا نطلعها من تاني ميلة هون بتصير هون صار في نوع من تمرس وصار في نوع من سراتيجية أنا بدأت بقا يلي هي بتقول وقت اللي بيصالني رسالة وقت اللي بيصالني كلمة إذا هيدا الكلمة بتفيدني بحطفز فيها وما حدا أشطر مني يميز إذا هيدا الكلمة بتفيدني ولا لأ وإذا هيدا الكلمة ما بتفيدني برضو بزيت وقت ما حدا أشطر مني يميز إذا هيدا الكلمة بتفيدني ولا لأ أنا اليوم الفلتر أنا اليوم يلي بيميز أنا اليوم الميزين يلي بيوزن شي يلي عم بتلقيه وهون قدامي أنا هيدا الوقت يا بعمل لردة فعل يا بنتلق للفعل وهون بدي اتمتع بالصبر بدي انطلق من الصبر اليوم صار في حادثة قدامي إذا بدي انطلق لردة الفعل بقل من ثانية بيكون صار اللي بده يصير اذا انا ما اليوم متحلى بالصبر فهمين انه انا بدل ما انطلق بردت فعل لازم انطلق بفعل بده اتعود اني عدل الواحد بس مجرد اقول واحد براس قبل ما احكي قبل ما اتصرف بمعمل حيال للشغلة بيخليني اوعى على الفكرة يلي عم تمرق ببيلي وبيخليني انطلق بفعل مش بردت فعل وهون بلشنا نوع عاشية اللي موجود بحياتنا وعلى الاشياء يلي عم تمرق لانه انا اليوم ما فيه ضل عيش ردت فعل ردت فعل ما بتخلص اليوم حدا سبق لي بسبله 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 ضربني ضربته خلصنا ببعضنا وحد منا نصفت تاني انا تحلت بي ثانية من الصبر حدا سبق لي طبع هالمسب وهي كلمة شو ما كانت المسب ما بتنطل الواقع بصلة صحيح كفة يعني بدنا نكون الشاي بلأ احساس مش قصة بلأ احساس اليوم اذا حدا سبق لي وين ده بأحساسي اليوم وقت لي شخص مش فهمين انا شو عملت او اليوم شخص معصب طلعت وبيجي وسبل اوكي مش هلحال قطعت هي كلمة وما قيلة ايمة يعني اكبر مسبب شو ما قولك شو ما كانت تكون اذا بنجي ومنطلع على مضمونة على واقع ما قيلة ايمة لانه كلمة وطلعت اوكي عملت صدى عملت رنة يمكن مزعجة بس بالواقع ما بتنطل الواقع للواقع او بأي صلة ولهون بنطلق انا وبكفة بيتصرفاتهم مع الشخص الاخر في مطارح كتير كلمة بتأذي او تصرف بيأذي بس اليوم بجي وبتطلع انه هيدا الازية هل فعلا نقزيني ولا انا نقزيت لانه هيدا طلعت منه اليوم قد دائما مرات ومرات الازية نحنا دائما منربطها بالشخص بالشخص صح اذا شخص بيعنيلي اوه الازية شو كبيرة اذا شخص ما بيعنيلي اللي ما بريد وبعلق عليه اذا انا هون بدي اعرف انه انا فتت هوني صفتت عم بحكي بالمشاعر وعلي اعرف ايزوا هيدا شخص يلي ازاني بمفهومي انا اواصد يأزيني فهمين انه عم بيأزيني متقصدة كتير منيح خلصنا مننا اوكي بتاعتا هون بتصرف بعمل اللي انا برتقنه اللي لازم اعمله بس بتبقى الذكرة وهون بالذكريات في شقان يا ذكرة حلوة يا ذكرة مر اذا ذكرة حلوة كتير منيح بعض الحمله اذا ذكرة بشع هيدا درس تعلمتوا انا اليوم اذا ما قطعت بهوز ذكريات اللي فينا نقول نوعا ما بشعين لانه بيأيه للحلوين صاروا بشعين انما هني بذات الوقت هني درس اليوم مثلي بيمرق بالمدرسة حياتنا درس صح انا احنا اليوم منعيش 15 سنة بالمدرسة ما منصدق كيف خلصنا من الدرس رابط لقينا مجاومصين وفيتين عالجامعة عالدرسة ما انت ما صدقت كيف تخرج ايه بس هاشياغلي بحبه لكن كيف تغير المؤعتقات وتغيرت الكلمة يلي انا عم بسعالة فيتدرس شي انا بحبه بس منتبه الدرس يلي درسته قبل يوصلك ويفهمك ويعرفك على شي اللي انت بتحبه اذا هالدرس بكلمة حطة كبيرة يلي قطعته فيه ب15 سنة وصلك لهيدا النجاح يلي انت عم وصلك تقدر تاخد قرار بعد 15 سنة انا اليوم وين بدي كفه وهالذكريات يلي ببعض المطارح بتكون درس بتخليني انا اسس حالي نمي حالي اخلق لحالي اطر انه انا اليوم عشت هيدا العليقة عشت هيدا الاختبار يمكن تصرفك ينرد تفعل اه تعلمت منه تارتمرت جيل وقتلبوه جي شخص بزيط الموقف عندي يمكن احتمالات اقل اتصرف يليش انه اول مرة بتعرض يمكن تنقول للخيانة شو ما بديك احتمالات موجودة بحي صحيح كلها بفضل اتعرضت اتنى مرة للخيانة بعرف حالي انه قبل بمرة كنت عامل هيك بتعرضت للخيانة او انه جربت هيدا وما مش رحات صار عندي احتمالات اقل اتصرف لأوصل لبعض المطارح لنضج لمفهوم وقت اللي بكون عم عيش مع الشخص بدي افهم انا انه في خيانة في اشخاص يمكن لو احنا اليوم في في قول بيقول انه اليوم يلي علاقتك الصداقة بتدوم بينك وبينه اكتر من سبع سنين هذا شخص ربحته للحياة بس قويتي كتير في اشخاص لو قطعنا السبع سنين او تمام سنين بتلاقي غابة من حياتنا بتلاقي غابة بلا سبب بتلاقي غابة ما بتعرف ليش غابة ولا مبرر طب هنا نتذكر هون كمان انه احنا عم نصلي واماتنا عويت بتصلينا بتقلنا ربنا يبعد عنكم كل شخص بيردلكم الازيل يمكن هذا شخص ما بده يأزيني بس وجوده بحياتي كان هو ازيلة انا من فهمان الطريقة اللي موجود فيها وانا قادر يمكن انما اكتر وروح ابعد وقتل لهذا الشخص بخيف اهتمامة فيه وبيكون برات القطر اللي انا عم بيشتغل فيها نعم ابو نبيخ يتم هيد الفقرة شو الكلمة اللي بتنا بتختم فيها يسوع كان عم بيقول حل الملكوت لاحظة اللي كان عم بيحكي عن المدينة اللي عم بيقوله نفلوا مننا قدي حلو ان احنا اليوم نوع على فكرة ان الملكوت بكل واحد فينا بكل شخص فينا حتى يكون كل مرة لقاءنا ببعضنا هو اللقاء بقالله مش بس عم بلتقى بجريس وبيحيال لشخص تاني عارف حدي انا اليوم عم بلتقى بقالله لدي اعرف تستفيد من كل كلمة عم بيقولها لانه قلت كتير ربنا بيحكي فينا للشخص يلي مقبلنا يكون عنده جواب فهيك قدي حلو اليوم نتأمل بهيدا الانجيل ونعرف انه نحن ملكوت بعضنا ونحن يلي منغير عياد بعض نعم ابونا نحن بنشكتك كتير لحضورك معنا مرسي مشاهدينا رح ناخد بريك صغير ورح نتابع من بعده حلقتنا كيفي ما اشكريك وانتي جبت لي يسوع ولما الله بدلك طاع وقلبك بخشوع كيفي ما اشكريك وانتي جبت لي يسوع ولما الله بدريك طاع وقلبك بخشوع قلبك طهر يا مريم أبيض مليان النعم ولمما قلت دينو نعم فقد علينا هل ينبو كيف بدي تحبلي وانتي منك مع رجال عادي انك تسألي هيدا كان من الخيال كيف بدي تحبلي اشتركوا في القناة 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 صباح الخير اشتركوا في القناة 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 بالمعلمة والأستاذ ولكن كنت عم بتقدي دورك بمسرحية عنوان وأربع نسوين وشايفك المخرج وأعجب بقدراتك وطلب منك أنك تاخد بطولة مسلسل حكواتي بالصدفة بدي أحكي بس عن النهفاتي اللي صارت بهذا المسلسل اللي أخدته ما بدنا يطول الحديث 30 حلقة بطولة وفيش خمسين ممثل وشي ميتان كومبارس صورنا بالبقاع شو هالمنطعة الحلوة والمسلسل التاريخي من مئة سنة وما قبل يعني صورنا بهالضيع النائية ما فيه لعموت كهرباء ولا زفت بيوت قديم شو حلو شو حلو البقاع البقاع أيام الرومان كانوا سموه أهراءات رطمح والخير والعزة شو بدي خبرك البقاع مهم أجل المخرج أعطاني 30 حلقة ومؤمن فيي وأبدو الأسباب عديدة أنه بيزبط كاركترات أخذت أنا 30 حلقة وخلص يعني معادي يرجعوا يعني عرض مغرق كتير مهم قبل ما نختم لقاء أنا قال لي أكيد أنه بس ما توخزني بتعرف تتسبح قلت له أنا 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 آه آه تمام قال لي بتعرف تركب خيل قال له الله يخليك بدأ لأسئل تفهم أنا أرابطي عنده استاب الخيل بروح بتدرب 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 على إكيتازيون بسمه ركوب الخيل قال لي تمام أنا لا شايف حصان بحياتي ولا شايف بحر بحياتي بس شو ما بدي تروح الفرصة الزهبية قلت بعدها الله بيدبر مهام صورنا 3-4 حلقات إلا من أنه بالحلقة الرابعة الخيمسة إجدوا ركوب الخيل أنا بدي أهرب بدي أهرب أنا من الشرطة اللي حيني بدي أطلع على حصان ويلا هين شو قلت أعمل قلت له ما توي خزني بطني ضهري كتير متوعي بس اليوم قفلي إياها وبكرة لعيونك لأنه تعم بتعب عشر ساعات تصوير بالنهار ومده هل هي رجل قلت له يا مرأ قلت له يا رجل شو قد أقل له بعد آخر صار هيكي كز ومده قلت له خلاص خلاص دبرها حط دبلور شاب نهاو الشباب هيكي قال لي شو بتعلمني شو الدبلور دبلور يعني واحد بديل لبسوا مثلي وأخدوا هيك من وراء وخيال هونك خيال كله مسم الله المهم مرأة أول قطوع كمان إجا وقت السباحة بنقطع بنهر نعم وقل بغرأ طرعت له حرف إلى آخر هيكي مهم بالآخر على اللي عملتوا ضرب فيه قلت له بالعكس أي ضرب هذا هالحكي هذا نحن صادقين نحن عادة بس يجينا فرصة عمل معينة إذا كنا ما بنعرف إذا كانت فرصة حلوة ولكن نحن ما بنعرف نكون عم يعني ما بنعرف نقديها بشكل صح منقول لا لأنه من خاف أنت ضغرأ قلت إيه وقلت بعدين بتعلم إذا قدرت بتعلم بدي أسألك قديش هيدا الشجاعة اللي عندك هي سبب نجاحك بمسيرتك الفنية تقلي شغلي مش بالمسيرة الفنية بالحياة الشخصية المسيح نور العالم أنا عندي المسيح والعذرة هن اللي بحركوني يعني بتقلوني بسلمكن المشروع سلمتكن أمري بحياة المهنية والشخصية ما فيه هادي المسيح المؤمن لا يخاف شو إيه المسيح لا تخافوا أنا معكم حتى انكضاء ده لكن حتى انكضاء مسلسل شو الحكي ما فيه كل اللي عم يسمعوني بدوا يعززوا إيمانهم بدوا يحكموا على المسيح بكل لحظة هو بيبعث لنا ملايكته وبنوره طريقنا نعم عمو مخول بدأ أسنك بأي مسلسل لمع نجمك أكتر شي بمسلسل مرت و أنا بنظرك شعبيا نعم والفضل للقصة لفادي وكارين فادي شرب رزق الله كارين رزق الله وفادي شرب الأعزائي أحلى تحية كتبوا حلقات دهب وعرفوا اختاروا الشخصيات وهديوني شخصية مخول اللي أنا كمان يعني شلبنتا بقوله يعني بطريقتك صاروا عبارات بأنواك لنص لحجة جبلية مرحب أجيرة يعني أنا رتبت هندست أنت بتحط لمساتك بالنص بالحوار ايه طبعا يعني يعني مشكورين هني آمنوا باللي أنا عملتوا بأول حيقة ما هي ما لقلي شغلة بكواعد التمثيل أكيد عند المحترفين وعند المواعبة الممثل يكتب دوره مرة الأخيرة سان رئيس بكتب المؤلف بس ممثل أكيد بموافقة الكاتب والمخرج هو الذي يضع بصمته على حواره عند قبل أو عند التصوير هل كل المخرجين بيقبلوا سوري الكتاب بيقبلوا حسب حسب الممثل وحسب الكاتب إذا الممثل أعطى الحوار الجملة أجمل أو ألز تتناسب مع الشخصية أحلم أنها كاتبها الكاتب الكاتب هون يبدو يكون متوغزيني مجدوب يبدو يكون open mind ويتقبل شو الحكي هذا عرفتي وين أنا كتير أوقات مخرج والكاتب ما أسمع له ويطلعوا معي ما حريح يقول لك يطلعوا يطلعوا راوعة عم يطلعوا عفويين عم يطلعوا عم يطلعوا من جوات الشخصية يمكن الكاتب ماشا الكاتب الله يساعدوا سيناريس خاصة للتلفزيون مش فيلم أبو ساعتين إلى ربع اللي بديكتب 30 حلقة أو جزق 60 حلقة هين هدا عم يكتب لـ 40 شخصية شو بد يكون ها 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 بدأ يكتب 30 شخصية أو 20 شخصية رئيسي يعني ممامين كل واحد يعطيه نكهته نكهته شخصيته كلمته اللي بتتناسب مع شخصيته مانا هاين هاو الممثل حقه وواجبه ها انه هو كمان بالحديث عن الكتاب انت انت قالت لحتى تصير تكتب واشعار وكتب نعم اي متى انا الكلمة رفيقتي وفي البدء كان الكلمة الكلمة رفيقتي بلشت اكتب مسرحيات وسكتشات من 14 سنة اعمل مسرحيات مع ولادة جيران وكذا بنات وشباب وسكتشات ودبكة وغناني بتعرف اشي بعدين بلشت انا وصلت الى الكلمة النورانية اللي هي الشعر حوالى سنة 2000 طبعت اول كتاب كان بلغة فرنسية كان فيه الاني فرنكوفون انا مولع بالأدب والشعر الفرنسي حتى درست درست لغة الفرنسية مولع فيها يعني غرامة باريز واللغة الفرنسية اللي انا ريح لعدة مرات ايشا بعدين طلعت كتاب رباعيات الخيال يلي حصلت من خلاله على جائزة سعيد عقل بالشعر اللبناني رباعيات الخيال كيومنا بعمر الخيام انا عملت الخيال ما نحنحكي عنهم كتير بعدين طلعت كتاب بالفرنسيوي شعر تصوفي مسيحي كمان اخذ شكسيو اخذ يعني اصداء جيد جدا بعدين طلعت كتاب اليك بوجدي ووجوده تصوف كمان كمان مهم كتير واخيرا وليس اخرا من شي ثلاث اربع سنين طلعت هيدا الكتاب قصائد قصائد وتراتيل مريمية كيام بدي اسألك عن هيدا الكتاب نعم حضرتك شاعر وكاتب وممثل وبعالم الفن الى اخره ولكن كتبت قصائد وتراتيل مريمية بدي اسألك هل انت اختبرت وجود امنا مريم العدرة والرب بحياتك لحتى كتبت عايشين معي منذ ولادك يارف بتخبرنا شوي عن هذا الاختبار بحياتك عن وجوده ما فيه ما فيه تغيروا بحياتك مش تغيروا هن اللي بيعملوا حياتنا تبعين ما قبل الولادة موجودين عايشين معنا طول حياتنا ازا عنا ايمان رسيخ بدي يكون هايك المسيح والعذرة ومريوسف ما تركين ما تركين حدا منا بس احنا بدنا نضل نحكي معهم بننضل نسلم عليهم بننضل نسمع كيف عم يهدونا ضميرنا هو يوعينا على عمل الخير عدم الازيجة عدم الكذب عدم الكذب ما فينا نحنا نكذب ع حالنا ونكذب عن الناس ونكذب على الله هذا مش مسيح اللي بيعمل هايك تبهي شو مسيح بالهوية خلقانين معنا عايشين معنا ها عم ياكلوا يشربوا معنا لم ناكل نحنا منكون عم نسبح الله لمنشرب لمنساعد عزة الجبل شو بيقول تم اروه وعيشوا كنتوا جائعا فقط عمتموني كنتوا عطشانا كنتوا مريضا فزرتوا كنتوا قالوا له يا رب نحنا وين شفناك نحنا عم تخبرنا كل شي عملتوا لهؤلاء الصغار عملتوا معي مش بس الصغار نحنا كم فقير منشوف كم عجوز منشوف بالشارع كم متشرد بدأ اسألك عن صار معك حادثة عن الرزنامات ماريوسف فيك تخبرنا عنه بيبعتولنا دايما دايما مسيح والعذرة بيبعتولنا إشارات ياللي بتعنيش بيا كلا ما حدا يتعنيش ياللي بدأ بابك وبدو عطيه منك مش انت اللي عم تعطيه الرابع عم بيعطي من خليلك الرابع عطاك وش بيتك تعطي ايه مثلا رزنامت ماريوسف هايدي حتسي ما بنساها دا الباب وانا بدأنا بتعرفي مين هالقيام طلعت هيك من البرداجي عجوز عمره سبعين سنة وحمل هيك شي كأنه رزنامت هيك قلت افتح له فتحت هيك نعم يا عم فضل شو بقدر اخدمك قال لي انا مهجر وعيش هون وعيلتي همبيع رزنامت بتكرم عينك قال لي بس معلش هاورزنامت لسنت الجي تخيلي بتطلو قال ماريوسف لسنت الجي بتطلو هات شفت شو يه واكيد اكرمته من كرم ربي وعملت اللي علي وقعدت انا وياه بتحدسنا وخي حسيته نفسيا وكرجع يتنفس وانا تنفس اكتر منه تبهي قوعتمت رده فقير او باقس في كتير ناس قرات شو بقول حفات عرات بالمعنى يعني بالشوارع هاودي وجه المسيح هاودي واش بيتكن تساعدون مش انه لا لا شا طال شو استاذ جهب بدأسألك الفن بيبعدك عن عن درب الرب شو الحكي ما اقول الفن درب الرب ما انت بالفن شو ما كان في سبع فنون بالعالم انت كيف قادر تجمع بين تعليم المسيح والفن ومغريات الدن ما فيه مغريات بالفن ما فيه مغريات الفن رسالة انك بقى توصل اذا فيه فرحة ضحكة بسمة او اذا فيه موقف انسان اذا كانت رجادية وجدانة او انك تسلي الناس ما هي رسالة كمان انت وين بتلاقي حالك اكتر بالدراما ولا بالكوميديا بتنايب صراحة حسب الشخصية وحسب الحوار يعني بالتراجادية الحمد الله يعني برعت وبالكوميديا برعت اكتر وين بتلاقي حالك اكتر قدم الكاميرا ولا على المسرح بتنعم صراحة بتنعم وين بتحس حالك اكتر مبسوط على اكيد المسرح فيه الانتر اكشن فيه التجاوب مع الناس الهيسة الزقفة التنهيق ايه انه فيه تفاعل ايه بس انه هالشي لازم كمان الممثل يشعر فيه قدام الكاميرا فيوصل بصدق للمشاهدين اساست فرقة الدبابير بمطلع التسعينات ايه وتعوى عندنا كتابة واخراج عدة مسرحيات والحمد الله نجحوا يعني الشباب ايه هاي كانت محطة من المحطة كمانا فيه محطة معينة هي السلمة عذرتك شاركت بي بي ايام اللولو مع الراحلة صباح والراحل كريم ابو شقرة نعم بس كمانا انت كتبت المشهد الاخير كتابتك وتمثيلك نعم انا انا مولع بالسينما اقليت لاش السينما فيلم ساعة ونص ساعتين حييي فيه اجيز فيه كندانسي صراحة المسلسل اذا ما كان الكاتب قدير والمخرج قدير او ايه بسير في طبغيت لا تتوعجن ولا يلعبوا خمسين دقيقة افتواعي الا اذا كانوا عباكرة وفيك تيها عوني عنا بينجحوا بالمسلسلات لا شك بس انا مع الايجاز بس انت وين تحس حالك تركت بصمة اكتر هل على بالسينما ولا عتبزيز بالسينما فيها نقول انه كانت تجارب محدودة ايه يعني ايه اكيد بس مثلا اول فيلم ايام اللولو ايه كان طريف يعني ايه وقته قبط الف ليرة ايه بس انه ما عرفت قده قبط لانا مضيته وكان طوي الورقة يمكن هو اكتر عاطينة بس انه ايه ايه انا على الشي خلق اختنا الابون ايه بسينما وكتابت كمان سيناريو مع الراحة البرهان علوية استمتعنا كتير وتعلمت منه الاخره بس اكتر الشغل اللي كان يعني تقريبا دائم هو بالتلفزيون وبالمسرح مثلا مع الاستاذ انتوان غندور اللي طول بعمله المرحلة اشتغلنا اعمال متعددة نون ستوب هو كمان شخص كريم النفس ومعطاء وعشرته حلوة وخلوق كان مدرسية يعني ايه فيه شعار انت دائما بتقوله الوحدة والصمت والتأمل اوه يا ريت بتخبرنا يعني ليش هيدول تلاتة مع بعض وعن كل وحدة شو بتعني لك عسعيد الشخص نحن نعلق عم نحتفل بعيد مرشاربيل خبريني عن الوحدة عند مرشاربيل والصمت والتأمل والصمت والتأمل نعم انا من دوم انه شاب حالي احب الوحدة لا انسان بالصمت لو فيه ما احكي بالمؤيبة لكن نعمل اشارات انت مستمع اكتر ما انت متكلم متل ما فيه فن وادب الكلام في فن وادب الاصغاء خدرتك كاعلامية عندك فن وادب الاصغاء تصغي ل ضايف بينما هلأ خلينا نمرقة منشوفها على الشاشات تقريبا كلها الاعلامي بيحكي اكتر من الضايف بيسأل و بيجاوب بيبلش الضايف لا يجاوب بيقوله ده همنا الوقت بيقول حقيقي عشرة كيلو متر اكتر منه لا يا خيره انت رميس سؤال واصغي وقت اللازم ترمي كلمة شفت كيف مش بتفسر الماء بالماء وبتعيد السؤال وبتعمل مقدمة نص ساعة والمقابلة تلات ربع الساعة سوري هذا غباء هذا غباء اعليمي شو شو يعني الساعة الساعة حضرتك بتندم ساعة من الانجيل وتراتيل لعيد الميلاد للإديسين هذا الكتاب اخد معي ست سبع سنين شغل بقى رح اختار للإديس الشربل عليه السلام بشفعته يشفي كل مريض وكل متألم وكل موجوح عنوانة شربل إديس المعمور دايرك مقصد للزوار طرابه مبارك من الله ويا عنايا دربك صار محج للدنيا كلها شربل إديس المعمور نذكر اسمك هالنور والعجايب كيف ما تدور والعجايب كيف ما ندور بهالعالم تتجلى تشفينا بنعمة ايمان وفرحة عينينا عرفان خلي عينك على لبنان وكل من آمن وصلة بدي أقول شغلي آوني كمان تذكرت لمرشاربي بديواجه تحية لهالشرفاء والأوفياء بفرية يلي عملوا تمثيل مرشاربي 28 متر حد جبل الصليب نعم تذكره نعم إذا تعرف مين حتى نوجهه تحية ما بتذكر الاسم هلأ هاي كتبت وقت اللي شفت شو قدموا هالأبطال رئيس برديد فريا أو خي أو حدا أحلى تحية من مرشاربي تقتلوا هاي وقت جارك صليب السماء نورك بضو عجبال وأداسي ما أعزمه يا شرب اللي يعلى التمثال وجارك صليب السماء حبا يا جاي من عناية تسكن جبل فارية وتغمرنا بالعطاية والعجايب والحمى على الأزمان وعلى الأجيال نورك يا شرب المشعال اسمك للعالم مرسال من فادينا بالدماء ايه كتير حلو ايه ايه العزل اسم بسانج صاحب العيد مرسي شكرا من عيد كمانا كل الأسمي ومن شرب كلنا اسمنا شرب كلنا اسمنا كل المؤمن مش محصور باسم أو قديس استاذ جوزافد قصة لك شعار الصمت والتأمل و عطي وحد الصمت والوحدة والتأمل الوحدة فيها صمت نعم تمامين تحكي مع خيالك هل هي يعطوك تأمل حضرتك بتلتزم بهيدول العبارات لأنه بتحس أنه بدك طاقة ايجابية بس تدخل على حياتك نعم energy positive قدنا فينا محبة الله ونور المسيح نعطيه للي معنا لليقسان للمحبط نخبره اشي حلوي نتصرف معه بمحبة لحتى نعطيه energy positive يعني طاقة ايجابية و قدنا فينا نبعد أو نبعد عنها لأنه تقليل شغلة بهالبشرية في ملايكي وفي شي تاني مش هنقوله عقص يعني في شر ايه في شر بقى شي على بلش كمان شياء بقى هاو دي هاو لازم لقيلهم لقيلهم حل بل لازم المسيح لقيلهم حل ما بنصير هايك ما بنصير يضلوا فالتين علينا يعني يضلوا الأشرار فالتين على الأخيار بلك هن الرب بتلكهم لحتى يشوف يعني يختبر قد نحنا قد نحن قدرين لا لا أنا بصراحة ما احترامي للليهوت والدين والتفسيرات المبعر شو هي أنا هاي دي ما بقبل فيها ما بقبل المسيحية دين الفرح مش دين العذاب والقلم انه جربنا وكذا لأنا بصراحة ضد ولكن نحنا بارك الرب خلينا نشوف نحنا برغم يعني بظل هاي دي السعاب نحنا كيف قادرين نكمل مع يعني أنا عندي أنا عندي أناعتي الخاصة دي المسيح في دينة طب ما بيكفي طب بقبل بقبل منصالب كل يوم هل أنت تحربت بالمجال الفني لا لا مش بالضرورة أوقات مثلا يعطوني دور مثلا بعد جمعة يغيروا يعطولها حالة تانية قلوا أن الله يرزق الله يوفي بقى أنا مش يا مش كونه لأني ماني نعجم عالمي لأتحارب الأضواء ما هو اللي بيتحارب يلي كتير يعني بيصير تحت الأضواء كيف كنت تتعامل مع كل حدا بيقلك نقد أو بينتقدك أو بيجبلك طاقة سلبية من خلال إذا أنت قاد خبيث بيكلها يعني إذا عن خبسنة أو بس إذا ملاحظة حلوة بالنائة لصالحة بيوصوا بيجبينوا شو عن حكي هل في شي ملاحظة خطة بحياتك بتحس أنه لو ما أنت كنت قوي كانت قادرة أنه تهدمك مثلا كان فيه مثلا مخرج يقلي مثلا نقول مع نجم مش هنسميها لأنه صار بدنيا الحق اللي عم بعطي أنا كل طاقة دور بسيكولوج وهو عشر يو عم عالجه المخرج يقلي خفف خفف تسمعهم يعني قولهم عادة أنا ما تنيع يقول بسيكولوج بدي مثلا يعمل حركات وقص هاي يبور محاولايا منفوق بغار مني يعني شالح كده في عين عائلة معقدة أنا ما بسمع لا ما بسمع لا بشتغل على قناعت من وحي الشخصية مش هيجبه أجيب غايري قدم هم اليوم يكون في وعي عند كل حدا عم بيبدأ بمشروع حالها مشروع بحياته أنه يكون مآمن بحاله بالرغم من كل الانتقادات والأشخاص اللي بتجري بتنقول تكسر بأذراته وما بتقدر هو شو عنده قدم هم أنه يكون واعي أنه لأ أنا بدأ أمن بحالي رغم كل المحاولات الأفشالة هوني بدي يتحصن كيف يتحصن بالمسيح أو بالعذرة ما فيه بدك قوي من هيك سلاح صح فلا تكون أمري انتهى الكلام وانت كمان هاي تعملي نعم بدي شوف أنه بعد هال 40 سنة يلي حضرتك كنت عم تمارس فيون العمل الفني بأعمال كتيرة هل بنظرك التمثيل بلبنان بطعم خبز هل قدرت التأمن عيشة كريمة من وراء هال مسيرة الطويلة هون لازم نفصل تمثيل لا ما بتعمل إلا النجوم الكبار بعالم العربي يعني ما يسورين بس عنا بلبنان خاصة عنا عنا نقاب وقال قويون يعني لا يحمل الله نفسا هو بتقول الا إلا وسعها يعني لا يحمله فوق طاقتها ما لا لا الدولة عم تهتم لا الوزارة المعنية عم تهتم لا ما عندهم ما في ضمان شيخوخة ما في أسيرانس ما في طبابة ما في أدو ما في شي ممثلين كبار مثل مثل أمثالك يعني رح أسمح لحالة أسألك كيف عم بتأمنوا مع عيشتكن بالوقت اللي انتوا يمكن ما عم يجيكن أعمال ما في ما في هلأ في المحزوزين عم يشتغلوا والغير المحزوزين كمان بالوسط الفني تعرف في كذلك كذلك في علاقات عامة وفي علاقات خاصة الغير المحزوزين عم بحاولوا يخلقوا حظ هني بكل بساطة يعني بعد هنا عدم مؤاخذة بها المسلسلات عندنا اللبنانية تشوفيهم هالعشرين واحد هني ذاتهم بنقط من مسلسل وكي عم رؤى حيلك شوي لتطلع من عندك الشخصية بتفوت بالتاني هون الحق على المنتجين على شركات المنتج في عطب في قلبك على على حداء معين يعني عنا لا لا ما في عطب لأنه لأنه المسلسلات عندنا عدم مؤاخذة يعني عندنا مش هيك مش هيك الإبداع يعني على أجاني شغل للرزقة ما بقول لا لأنه كلنا بحاجة بس أنه بنظرك المسلسلات قبل كانوا أحسن من هلا كان فيك كتاب ومخرجين ومنتجين صادقين وجديين وأفضل منها إيان ومش التجارة شو بقوله سلق يعني مهم أنه نسرع بالتصوير لنعبي حلقات ويلا هات إيدك والحقن بالسنوات الأخيرة كنا عم شوف كتير أعمال مشتركة بين ممثلين لبنانيين ممثلين سوريين وغيرهم شو رأيك بهذه الأعمال المشتركة أنا 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 جدا معجب بالنجوم بالإخوة السوريين جدا حلق ما رح نعدهم نعروفين حتى ما نسح ولكن مين أكتر حدا بتحس أنه بتحبه بتحبت مثلا عابد فهد نجم كبير إيه قصير خاولة فيه فيه يعني إيه بيدهشو بيمسكو بيخلوكي أنا ما بحضر كتير خلوكي تتابعي لأنه بصدق مين من الممثلات الممثلين اللبنانيين والممثلات اللبنانيين مين بيجزبا مثلا بلبنان يوسف الخار فيه عنده مستوى عالمي قدور هلأ بعد ما توغزين فيها فويت ما بتعود للممثل بتعود للسيناريو للإخراج السيناريو هو الجوهر بيجي مخرج أبضاي مين الممثلات ممثلات هلأ طبعا ندين نجايم ندين نسيب نجايم مثلا جيدة طب قول وين ما نبتشي واقفة ما بدي هلأ ماجي أبو غصن طريفة مهضومة نجحت بالترجادية وأبدعت بالكومات يا الله شو على البوبة كتير 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 موفقة وبتدرس أعنالها وأدوارها بإتقام يعني جمال السنان كمنتج تحية شاب بنظرك من خلفية متخارجين من معهد الفنون وأشخاص غير متخصصين ولكن عندهم موهبة أي منهم بنظرك هو ينجح أكثر ولا مخص عند الامتحان يكرم المرء أو يهان مثلا الست نادين جاي جاي من عالم جميل من عالم من من بكونوا جايين موضل وبيبرعوا يعني معادلت أنه واحد غير متخصص ما مهل عليها براعيت ولا معيت ما جي أبو غصن خريج معهد ولا معيت وبرعيت ما نعطي ما نو مئيس يعني ما نو مئيس ما عند الامتحان يكرم المرء وعليها بكل نجوم شو شو قال لي ما كان خريج معهد فنون ما بيبقى الحسن ما كان خريج معهد شو تيوان هايدي من عند ربنا بنظرك هل أنت كدرت بي لبنان ماني أنا ماني من كبار أول شيء ماني من كبار الممثلين لماذا دايما بتقلل من شأنك لا 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 ولكن تاريخك مو خضرم مو خضرم بعدين نحن مش طالبين تقدير أو تكريم طالبين لقمة العيش بكرامة لابدنا تكريم ولابدنا تقدير ولا مرة كرمت بكرموني نادي جمعية بيعطوني شو بسموه ويسان لا تروفي أو شو بسموه الدولة ولا مرة كرمتك لا باقي بكتير بكتير في أهم مني لا في أهم مني بكتير سبقوني ونجوم بيستقهلوا التكريم أكتر لا 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 أنا مش مؤتنع دولة دولة تكرمنا تعطينا حقوقنا كممثلين عم بحكي لأننا موصل أو كفننين بس أنت دايما يعني عم بتقول أنه في عالم أهم مني ولكن الشخص أنه أنت عمالك كبيرة وحضرتك عندك اسم كبير بس في ناس أكبر مني يعني بتقصد أنه حتى الأكبر منك ما بيتم تأذيرهم إيه للأسف يعني الدولة مأسرة مع للأسف في أكبر مني عمرا وعطاء ونجومية يعني في عطب نوعا ما على في عطب وفي غضب دا الحكي إيه دا غضب المحب بس الدولة مانا المحبة لأنه المحبة بتكون بالأفعيل مش بالحكي شو على الحكي اليوم نحنا كمان بلبنان عم نمرق بكتير مصاعب وظروف خاصية شو الصرخة اللي بتوجهها لكل المسؤولين عن هيدا الحال اللي وصلنا لو صرخت قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حيات لمن تنادي بدنا أعجوب من السماء ما فيه فالج ما تعالج يا حبيبي هل عندك أمل أن البناء رح يشفى رح قلك هلأ رح قلك هلأ مونولوش هلأ أنا عم حضر عملي هلأ رح نحكي عن عملك نسأبلي خبرك عن وطننا عم حضر ساعة ونص وان من شو أنا وأورغانيست لحيان على المسرح ساعة ونص كيف مطر بيجي بغني ساعة ونص مونولوج أنا كيف عمر زعني في الموهبة في الأخير يعني أغنيات ضاحقة انتقادية ساخرة كوميدي بس مهزبة ومبطنة يعني اللي بيسمعها بيجيو سمعها عن فئة لكل الفئات العمرية التلميذ بيفهمها والكبير بيفهمها وإلا مثلا لأخبرك هاي دي مونولوج عن بلبنان هذا مونولوج من شي 30 مونولوج هن البرنامج فالج ما تعالج يا حبيبي فالج ما تعالج بالعرب الفصيح وبالعرب الدرج فالج ما تعالج يا حبيبي فالج ما تعالج كان عنا وطن صار عنا أوطان كل وطن فاتح أحسابه كل وطن أحسابه فاتح دكان شي هاي وكل دكان بابه ومفتاحه معلق بالخارج وكل دكان بابه وحسابه معلق بالخارج جيت بدي حلة هالقصة كلها جيت بدي حلة هالقصة كلها نحليت وفيتت بالحيط وصار معي فالج فالج ما تعالج يا حبيبي فالج ما هدي عمرو يبنين مئة سنة وشأت حالتك لخصت اذا بدك اي 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 بعث فيه مقطع بس فانا نطور لأ عمو اللخصت يعني اذا بدك حالة لبنان لبنان عمرو مئة سنة وشأت من تأسيسه عدم مؤخذة غلط غلط هل بتشوف انه في يا اختي خليكي معي هل يمتزج الجماء بالزيت ما فيه بدأ قوي الهي تجي تلاقي حال او دولية شعب نحنا غني كتير بكل فئاته وطواقفه ومناطقه بس الغرب تزرع بوزور الفتنة منذ تأسيسه يعني تخلى الجمر تحت رماد مئة سنة الجمر تحت رماد لا تعبنا تعبنا تذكرت بيوم تهاجر لا ما بحب الهجرة ما بحب الانسلاخ بحب السفر بس مع العودة ايه روح مثلا تلتة شهور روح شغل تياحة رحت عباريز رحت عسبانيا كذا بس ما بحب الانسلاخ من تربتي من جزوري انا شجرة متجزرة اوقات حب ومطاير بسافر وبيرجع هجرة الصنو بس لازم عجوبة قوة الهي تؤمر اصحاب القرار ينزلوا هالشعب عن صليبه استرجعي تاريخ لبنان كله مقاسي وحروب وضربات وويلات ثورات قادرتك شراكت بثورة 17 هاي شغلي هاي هايدي تفصيل بتاريخ لبنان صورة كل واحد عنده رأي فيه وين يالا الصورة يعني أيها السائر الكريم خايي انت انزلت كرمال ستة سانت مدري شو واتس آب والله يا عمي انت قلبك طيب اين انت يا صحي أيها السائر الكريم والحالة باللوج نحنا فالحك وكان في اكيد كذا عامل الدولار مافي كذا عامل مافي كذا عامل فيه لقلك شغلي فيه فيه مخرج ومؤلف وكذا وهني عام بوضعوا الأدوار والبيئين كلهم ماريونات نعم خلينا نرجع شوي لحديثنا هذا منولوج عن الماريونات عن ماريونات خلينا نرجع شوي لحديثنا عن الفان هل بنظرك في شيء معين في نقص معين بالفان بالفان باللبنان طبعا طبعا بأي يعني تحديدا تمويل تمويل شو بين قصنا نحنا تحتى نصير تمويل تمويل ما بيطلع عاما بيطلع تلزيق أستاذ جوزاف قبل ما نختم كلمة أخيرة رأي لك أنا تم ممنون وبتشكرك على الاستضافة على وجودك وبرجع عندي رجاء لكل السامعين والحق والحادر يعلوم الغايب نقوي إيماننا المسيح نور العالم وبعد أنا بديواجه ندي بعد الرجاء بديواجه ندي أنا أعلق تمينا بيعز هالموسم سياحة وحركة وقالله يبارك الحركة بركة عندي مشروع اللي هو مزيج بين المنون بالمطاعم بالبلدات بلشت تعرضوا بلديات عم نباشر بلديات مثلا بيعملوا احتفالات هون عندي نداء لكل أصحاب المطاعم أو رؤسة البلديات أو المنتجعات السياحية إذا بحبوا نتعاون هذا يشرفنا ويسعدنا في شي غير كمان عم بتحضروا هلأ عندي كلمات أغنية غير التراثيل كمان عم بتواصل مع ملحنين مع مطربين حتى كمان نتعاون ونعمل أغنية راقية أغنية جديدة أغنية تنعش الفكر والقلب شو رأيك اليوم بالمستوى الفني عم نحكي موسيقى بلبنان بالأغاني أغلبهم تكرار واشترار ما في عم بيغنوا أغلبهم عم قول ما نذكر منها حتى ما ننصح عم يستسهلوا الكلمة كلمة جيب غنية نجم لامع معه 30-40 مليون دولار صار له عشتين سنة ري كلمات الغنية صاري يعني ابن بيكتب أحلى متوغزين حبيبي يا عمري مهم انه كذا وموسيقى ويلا يعني حبيبي يا عمري ومدر شو يا روح وكذا وعناك وكذا شال حكي شال حكي خلص خلص والله العظيم عايب عايب انت نجم كبير ومعك ملايين دولارات جيب شاعر قوي يعمل لك قصيدة حلوة غنية بتشرف عيك أكتر كيف تيوان مش انه يلا صفحك يا حبيبي يا عمري بيصور لعيك باند على السطح وهليكوبتر مارقة وبتنزل منها حبيب تقال وبتطلع فيها ببعيد مفيش القطة بزد حلو منها من سطح البناء يعني عن جد عن جد شي يعني شي يعني عن جد شي يعني هل نحكي خلينا بالطقس الإيجابية لا لا أنا 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 أعني ما أقول عنا عنا ما تبغزيني عشرين اسم من هاو الليمعين مطربات ومطربين عندهم سروات اللي يوفقهم إن شاء الله بزيدوا سرواتهم بس طب يعملوا طب فيروز خلودة مدرسة كبيرة مدرسة الكلمة كلمات العصايد نعم استاذ جوزاف أبو دامس نشكرك على حضورك حضرتك قيمة فنية كبيرة ونحنا كتير تسلم يعني مبسطنا بوجودك معنا وأنا كمان فرحت كتير مشاهدينا وصلنا لختم حلقتنا ملتقنا بحلقات جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة